وبكر اعتزاز وفخر إلى كافة منتسبين الأجهزة العسكرية لقوات مسلحة وأجزتنا الأمنية كافة المخابرات العامة الأمن العام الدرك الدفاع المدني على المهنية العالية وما يمتازمهم الدقة بوقت قياسي لا يتجاوز 12 ساعة وصلوا إلى خيوط جريمة وهذه حالة تميز شارك فيها تنسيق عالي المستوى بشرفني أن أتوجه بالشكر لكافة أجزة والتي أثبت كل يوم تثبت إنها مفخر للجميع أخواني الكرام تعاملنا مع هذا الملف بكل وضوح فور تنفيذ عملية نفحيس إرهابية جرى تنسيق سريع وعالي المستوى وبحرفية عالية جمع المعلومات استخبارية بكل دقة وتم جمع الخيوط خلال 12 ساعة بدأت الأجهزة بكل مهنيتها قاعد بعيد كل ساعة بكل مهنيتها وتنسيقها بتحديد الموقع اللي بتواجد فيه إرهابيين وتم اتخاذ القرار بالمداهمة ووصلت القوة المشتركة إلى الموقع قامت القوة المشتركة بتوجيه النداءات للإرهابيين بالعمارة في منطقة نقب الدبور إلا أنهم رفضوا الاستجابة وباذروا بإطلاق النار على القوة الأمنية وبكتافة وأبدوا مقاومة عنيفة وخلال قيام القوة المشتركة باقتحام المبنى قام الإرهابيين بتفجير مبنى الذي كان مفخخا مما أدى الانهيار جزء منه نتج عن هذه العملية استشهاد الأبطال الأبطال الكرام الأردنيين أبناء الأردنيين وهم الرائد معاذ خميس فرجدماني قوات المسلحة الرقيب محمد أحمد اسليمان عزام القوات المسلحة الرقيب محمد خادر الهياجنة القوات المسلحة العريف هشام عبد الرحمن العقرباوي المقابرات العامة قضوا شهداء دفاعنا على الأردن وأمن الأردن وعنكم جميعا نتج عنه إصابة عدد الأسكريين عشرة نتمنى لهم الشفاء العاجل نتج عنه مقتل ثلاثة إرهابيين التحقيقات وعلى الفور تم اعتقال عدد من الأشخاص وتعاملت معهم الأجزة الأمنية بتحقيق مهني ولا تزال التحقيقات قائمة من هذه التحقيقات تبين ما يلي أن هناك مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة من عمليات إرهابية تستهدف نقاطا أمنية وتجمعات شعبية نحن نعرفها لكن لا نحكيها حتى الناس لا ترتعب المتفجرات التي استعملت محلية الصنع وحكيناها في البيان الصادر الإرهابيون ليسوا تنظيما ولكنهم يحملون الفكر التكفيري ويأيدون داعش التحقيقات السرية ولا تزال جارية وسوف تعمل الأجزة الأمنية على توسيعها حسب مقتضيات التحقيق يوم أمس وبدلالة أحد الموقوفين وبناء على التحقيقات السرية عالية المهنية تم الضبط مواد تدخل في صناعة التفجيرات الشعبية مواد حامضية وعبوات ناسفة معززة بأسلاك لزيادة الشضايا والإصابات وهي شريط انفجار تم العثور عليها في احد مناطق السلطة الغالية السلطة الغالية على الأردنيين وعلى جلال سيدنا تم العثور على هذه المواد والعبوات مدفونة تحت الأرض في احدى مناطق السلطة قام الخبراء النشامة من أجزة أمنية بتفجير هذه العبوات في موقع دفنها وذلك لخطورة التعامل معها أو نقلها الأخوة والأخوات تعلمون جميعا أن الأردن عانى من إرهاب في أكثر من مرحله من مراحل عمر هذا الوطن وقدم الشهداء وشبابنا اللي قدمه الأردنيين أمس ليسوا أول الشهداء ولا آخر الشهداء والأردن صاحب رسالة بقودها الهاشميين والأردن لما يقدم ضريبه للشهداء بيكون ضريبة مواقفه القومية والوسطية والاعتدال وأنا أؤكد بأن محاربة الإرهاب جزء من استراتيجي الدولة الأردنية وجزء من عقيدة الدولة الدينية والسياسية ومحاربة الإرهاب لا عودة عنه ونحن جميعا مسؤولين ومواطنين معنيين بمحاربة الإرهاب ومكافحته بشتى الوسال وما جرى من سقوط شهداء نشاما رحمة الله عليهم لن يزيد الأردن إلا منعه وقوة ولن يزيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلا إصرارا على محاربة الإرهاب والفكر المضطرف أينما كان وسيبقى الأردن بطن منكو بطن من كل أردنيين الأردن قوي بقياد بشيشه وبالأجل الأمنية وبشعبه الأبي القوي المتلاحم شكرا لكوة شكرا لكوة